من بين الأسباب أسباب تربوية لم نرب على أن نطرح أسئلة فيها حيرة كل ما أخذناه في المناهج كانت مسلمات كل أغلب ما أخذناه منذ الابتداء إلى طور الجامعة إلى ما بعد الجامعة عبارة عن مناهج تسلم لنا لابد أن تحفظ يوم الامتحان تأتيك الأسئلة ترد بضاعتنا ردت إلينا هذا الأسلوب الذي ترك بصمته علينا وجعلنا أمة لا تنتج ولا تنجز ولا تبدع لماذا؟ لأن أسئلة الحيرة غابت في حين أن تمنيت لو أن من ينظرون لهذه الأمة لا بد أن يجعل في مناهجها أسئلة تجعل الذهن يقذ تجعله حائرا الحيرة التي تدفعه إلى أن يبدع وينتج أما أن تكون منظومة فيها من المناهج ما يستهلك فقط كي يجتر من جديد في كل مكان فهذا لا يجعل من إنساننا إنسانا مبدعا أو متفردا أو صانعا لذلك أزعم بأنه من أسباب أو السبب الأول من أسباب تخلف أمتنا في هذا الزمن ترجمة نانسي قنقر